متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة طالع النهاردة أجاوب على السؤال المكرر اللي أنا جاوبت عليه أبد كذا كتير ولكن النهاردة حجاوب عليه في شكل عملي أكتر السؤال ده هو برنامج ده مدفوع أنا عايد برنامج مجاني أستخدمه فقط بأدوات المكال الإصطناعي أدوات الزكال الإصطناعي بقى الفيز بتاعتها أو البرايس بتاعتها قلياً جداً وغالية جداً 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 أنا معيك وفي كل الكلام اللي أنت بتقوله البرايس ده عالية جداً بتاعت أدوات الزكال الإصطناعي أنا معيك ولو أنت مش هتستذبق للأداية دي علشان حاجة مهمة في شغلك أو حاجة مهمة لدراستك فأنا بصراحة شايفة أن أنت ما تستخدمهاش يعني استخدمش هذه الأدوات لتفعلها فلوس إلا لو أنت فعلاً هتستخدم من هذه الأداء استفادة كريمة حاجة أقول أن كل أدوات الزكال الإصطناعي أو واقع ذكال الإصطناعي بتقدم لك أو بتقدم لك خطة مجانية بشكل أو بأخر لمدة معينة أو حتى بيبقى ليك مجانية أو مجانية بتستخدمها بشكل يومي حاول أنت تستفيد منها بقدر الإمكان طواماً ليس هناك حاجة ملحة لإستخدار أدوات الزكال الإصطناعي هنبتجي بالغرض أننا روستر أدوات ذكال الإصطناعي اللي أنت ممكن تستخدمها بشكل مجاني أو بخطة مجانية اللي فيها حسب كل موقع بيعمل إيه لأن أنا تجي حاجة أقول للمرة يمكن من المية أفيش موقع حيبقى مجاني مية في المية من مواقع الذكال الإصطناعي دي شركات عامل هذه الأدوات على شين تربح منها دي كلها أدوات ربحية كلها منتجات زي كده بالضبط إذا تروح تشتري حاجة أو دي شي موبايل أو لفطب هوني عبارة عن هما بيكسبوا معاصلون فده طبيعي يعني ده مش هما مش بيعملوا حاجة غريبة عشان كده دي بتعلق لي الموقع ده مش مجاني أو بتسألني الموقع ده ما الجاني ولا لا بتكون أسرسا ما شفيتش بقية البابيو يعني أنا أرجع أقول لك يعني حاول نتا تبص على الفيديو ومنظور تاني بص على الفيديو ومنظور حفتبين بي ايد ويشوف الفيديو والآثر عشان تعرف الموقع ده ما الجاني ولا لا أو مع ذلك أنا بحاول أرد قدر الإمكان على الأسئلة اللي بيدولي في التعليقات بشكل عام تعالوا كده الروسطور الأدوات المهمة اللي بدينا لأي وينش المحتوى والأدوات اللي بيد مكان الاصطناعي علشان يكونوا واقعاً مين أول حاجة أهم حاجة بالنسبة لنا يعني على القناة الحرب الضروعات برنامج كامبا برنامج كامبا فيه منه الخطة المجانية هو free forever هيفضل free forever ولكن free forever محدود آه أنا معاك محدود أنا بنتبري كامبا ما بأضفش أستخدم الخطة المجانية لأن الخطة المجانية بالنسبة لي مش هلحقق لي كل الأدوات اللي أنا أورادي بس أستخدمها عشان أعمل الصورة المتظرة وعشان أشرف بيها وعشان أستخدم مثلا من البيل ما يفعش استخدم كامبا كبير مكاني مين يستخدم كامبا كتطبيب مجاني استخدم كامبا كتطبيب مجاني لو أنت بهمكي قوي للنديوشن العالية قوي أعني لو أنت مش تعمل فيديو على كامبا عايز تروندالوت أو عايز تعمل له export أو download بفور كي عندك حد ألف وتمانين HE طبعا حاجة ممتازة جدا صور مثلا الجي بي جي أنت ممكن أن أنت بتنزلها high quality مية في المية quality لما بتكون في القطة المدفوعة في القطة المجانية أيضا بتنزل معاك وكل حاجة بس أكيدني زي القطة المجانية فلو أنت عايز تعمل تصميمات إن القواليتي بتاعيتها أو ريزيونيشن بتاعيتها مش عالية قوي ممكن تستبدل أيضا كامبا في القطة المجانية القوالب في قوالب مدفوعة والقوالب المجانية القوالب المدفوعة طبعا ممتازة موجودش إن أنا التالية بس في برضو قوالب مجانية ممكن تفيت بالغرب بالنسبة لأدوات الذكاء الاصطناعي معظمها يا كاتجابون 8% منها كلها مدفوعة أو موجودة في كامبا المدفوعة فالبيد حدثة أنا كنت على الـ educational account اللي هو الأكاونت التعليمي ودقيت إن الأكاونت التعليمي في حاجات فين بقتش موجودة أو مدى حاجة للشخص إن بيستخدم الأكاونت التعليمي فطريت إن أنا أنقل لي الـ Pro Plan أو البيد بلان على شخص قاطر أعضل إن أنا أستخدم كل أدوات الذكاء الاصطناعي ده بالنسبة لكامبض تاني حاجة بالنسبة لأدوات إنشاء المحتوى زي الصور مثلا بالذكاء الاصطناعي الصور بالذكاء الاصطناعي أنا لحد دوقتي شايفة إن ليونارد وإي آي هو أفضل على الإطلاق لأنه بيقدمي 150 tokens وكمان بيقدمي آآ أخر تحديد تالي آآ أخر بريستال جديد ممتاز جدا 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 ومتقدر تستخدمه على الرب من هو بيستهلك حوالي خمسة وعشرين tokens آآ كتير بس بيصلعها في صور ممتازة جدا 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 فاليوناردو ممتاز في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي عندنا كمان ترديزاينر ديزاينر من بانجي آآ آآ الامجي جنريترو من إنت بعد فرطنشي الصورة كمان بتقدر ترحها الديزاينر علشان تصمم الصور وممتاز ألضا أو بيستخدم دال إي ولكن أنا مثلا بحير بنيوناردو آآ آآ أكتر أو بفضله أفتر عشان ميوناردو آآ في إمكانيات كتيرة وفي تريستات كتيرة وفيها ستايز كتيرة وباستخدم الخطة المجانية ده بالندمة الإشاءة تصور بالذكاء الاصطناعي في طبعا حاجات كتير جدا في بولدو فيوشن في حاجات كتير جدا ممتازة جدا ولكن أنا بتتكلم علي باستخدمه بشكل دائم لو أنت عايز تستخدم حاجة مجانية عندك الامجي كرياتور من بنك ديزاينر بتروح تصمم كمان بتعمل تصريب وعندك أيضا بيعتقدم دال إي وعندك أيضا بكمزة في برضو إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي ولكن بصراحة يعني يعني الكواليس بتاعتها مش عالية يجاو اللي تنزل كده نتعكدهش أو بصراع الحد دلوقت يعني بالنسبة بقى ليه الفيديوهات ويمكن يديني بيديو بالذكاء الاصطناعي أو أنيميشن عندك هايبر اي آي عندك هيدرا عندك حاجات كتير جدا حتى تكلمنا عنها حتلاقيها في قائمة إنشاء آآ بيديوهات بالذكاء الاصطناعي إيه أفضل حاجة أنا باستخدمها تعال باستخدام رونوي بيعجلني جدا رونوي لأن في كل خطة المجالية في حاجات كتير ممتازة فيه وأيضا هايبر اي آي الممتاز اللي شافت في أخر مرة ويمكن كمان الموشن ممكن تحرك الثوات باستخدام يولارد ويآل فبرضو الحرفة موجودة يولارد ويآل بيديك فيديوهات طويلة لحد إتناشر ثانية تمام ثواني وتسقوم جاي عمل تطول الفيديو لإتناشر ثانية فده هو ممتاز جدا بصراحة ولكن برضو لست قدامه شوية في التطوير الخاص بالفيديوهات يعني لست الفيديوهات محتاجة تكونوا حفثنا في شكل أكبر لإني طبعا من الفيديو موجودته طويلة جدا لا تستهين ده أربع ثواني ده ممتاز جدا على فترة بالذكاء الاصطناعي ليتظل على الفيديو ممتاز أو الحركة فيه حلوة أربع ثواني ده حالة جميلة فيكنا بالذكاء الاصطناعي باليجرد بقى دي الصوت اللي بالصوت أنا كنت شرفت بعض المواقع المجانية تماما المواقع اللي أنا بفضله كمان و اللي بين ذلك باستخدمه سعيد في الخطة المدفوعة وساعة في الخطة المجانية لما بحب أعمل كلونيخ أو التنساث بصوتي فبستخدم ال�ance عشان أقدر استخدم ال�ance أو الاستنساث في الحالة دي بأضطر إن أنا كنت في الخطة المدفوعة فنجد أني كن واغلين بالنا برضو إن أنت حتفص على بعد المميزات في القلوب النvate في الخطة المجانية وكل المميزات تقريبا في الخطة المدفوعة وكل خطة المدفوعة كمانيها مميزات غير الثانية فاستفيد من القلوب النج بيجي كوتا كويتا وبيدعم اللغة العربية والكلام دا كله فده حاجة بزيزة وان شاء الله قريبا هشرح لكم الريدر من إليب النافس الموجود على الموبايل انت طيب تقرأ من وصايد مثلا مقالة فانت ممكن تحط ديلة URL يقرأ لك فسوى حاليا اعتقد دلوقتي بات موجود على الأيوان نيجي بقى ليه توليد النقص ببدكاء الاصطناعي ما فيت اجمل من وجه نظري من دلوقتي تنزل من شاء جي بيتي فور او العدد المتاح لك كل يوم تقدر نبتنزل على حاجة ما شاء جي بيتي فور او ميني فور او ميني دا كبات اقوامي ثري بوينت بايف خلاص دلوقتي انت بتنزل حاجة اسمها فور او ميني ثري بوينت فايف حاجة الساعة وقلود ايقال في فيديو ان شاء الله بإذن الله وقلود ايقال من المواقع اللي زي انبديين لشاء جي بيتي ولكن ايضا بيديك خمس مرات بشكل مجي ممتاز جدا اقوى على الاطلاق من وجهة نظل من شاء جي بيتي فور او كلود اي اي للتخدمات ممتازة عايز تعرف اكتر عن شاء جي بيتي فور او بشكل عام مش بس في انشاء المفتوى او كلود اي 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 عندك قناة انفو تكفر لو قناة اساسية بتاعتنا انا عمنا قوائم خاصة في شاء جي بيتي اي كل حاجة موجودة في ان شاء الله بإذن الله حتقدر تفهمه كويس جيدا ده بتنزل توليد النطس بالذكاء الاصطناعي النطس موجودة ايضا الكتابة بالذكاء الاصطناعي رايت شرفت موقع كتيرة جدا جدا عندنا على القناة هتلاقيها موجودة وفيه جوه كمزة كمان وفيه كمان جرامر يبيقدم لك عدد كده معين مجاني تقدر تعمل ليه التكتز تشكل افضل واحسن لو انت عايز تحثن الكتابة بتاعتك والكتير من الالوات موجودة عندنا على القناة ده بالنسبة لي المواقع بشكل عملية اللي انت ممكن تستخدمها بذكاء الاصطناعي في الخطة المنجانية عدد بالنسبة ليه إنشاء تاون بايفكت عندك كمان دلوقتي ليفن نفس بعملها في تاون بايفكت نصيحة لو انت عايز باكجراون بميوزيك او عايز ايضا تاون بايفكت لو حترف عريض شي تستخدم ان اوزيو ليبرعي يعني نظيحة لو كانت كده ممكن تستخدم بعض المواقع زي سانو اي ايت هتدوس تلاقي ده كل ده بينتج لك ثم ديفكت وينتب بالذكاء الاصطناعي وعندنا ايضا قائمة بموضوع رسولت يعني شفو تلاقي من كثل هذه المواقع تشبب بال عندنا على القناة في الآخر عشان تطولش عليك حاول ان انت تستفيل من الخطط المجانية المدفوعة ولكن حقيقي يعني الخطط المجانية مش ضعيفة ومش تعبانة لا الخطط المجانية حلوة هو بيجيك عدد من المحاولات بشكل مجاني والباقي مدفوعة استفيد من الخطة المجانية قدر الامكان اتمنى تكونوا تستفيد بالكل اللي بتقدمه عندنا على القناة بذكركم جمزا على الدعم والتحفيز والكلمات الطيبة اللي بيجيلي في التعليقات شكرا لكم جزيلا واتمنى ان شاء الله كل اللي بيقدم ويكون بيعجبكم ازاي بقول لك في نهاية كل فيديو ماذا ننساش تعمل سبسكرايب بالقناة واتفعه على الجرس عشان يوصلك كل جيد وشوف باقت القوائم المغودة عن جنا ان شاء الله تستفيد وإذا بفوتتم وتابعينا لأعيدا مش ستركوا وشيروا ولكومين كم يشرق معنا كتير جدا على وصول المحتوى الأفبر عابد من المفتامين بيت دوتم في العاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة